شاركت بلادنا في اجتماعات الدورة العادية 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وخرج الاجتماع بمجموعة من القرارات الهامة التي تدعم مسيرة العمل العربي أهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمهوري العربي وتحديات الأمن الغذائي العربي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وسوق الغذاء العربي والتعاون العربي الدولي في المجالات التنموية والتنمية المستدامة والبرامج العربي للنهوض بالمناولة الصناعية وكذلك الاعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية الإسلامية المريتانية في نوفمبر القادم وتقدمت بلادنا بمشروع قرار دعم خطة التنمية وإعادة الإعمار والتنمية وتم إدراجه على البند الثالث الخاص بالإعداد والتحضير للقمة التنموية القادمة وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات قمة بيروت 2019 وضم وفد بلادنا نائب المندوبة الدائم لجامعة الدول العربية السفير علي موسى ومدير عام العلاقات الخارجية بالوزارة غرام أمان